السلام عليكم ورحمة الله فيديو سريع هنتكلم فيه عن يعني هي بتعتبر مشكلة للبعض مننا وهي الخاصة بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه لما بيتعامل على مواقع معينة ويبتدي قبل اي اجراء او خطوة يعملها يظهر له الرسالة الخاصة بي انا لست برنامج روبوت ولما بيعلم صح بعدها بتظهر معك النافذة دي وبيكون فيها صورة وبيقولك بقى ابتدي حدد المربعات اللي بتحتوي على الصورة مثلا زي ما هو كاتب هنا درجات بخارية ففي بعض مننا ساعات الصور بتكون معقدة شوية بنتلغبط فنرجع يقول لنا لا مثلا لو غلط يعيد لنا صورة تانية لو غلط صورة تالتة يعني بتزهقنا شوية ممكن او لبعض مننا طب هل في حاجة ممكن تساعدنا وتخلص لنا الامر ده بسرعة اه في من خلال اضافة حضرتك هتبتدي تضيفها ليه المتصفح بتاعك سواء كان جوجل كوروم وموجودة برضو على فايرفوكس وبقى سيب لك الروابط فيه التعليق المثبت ومجرد ما احنا هنسبت الاداة دي هي هتقوم بالمهمة بدلنا وتختار الصورة اللي هو عايزها وتخلينا نتخطى الخطوة ديه بسرعة تعالوا مع بعض نشوف الامر ده بشكل اعملي وما تنسوش الشير والسبسكرايب وبالاقى اشتفاع اللي يزير الجرس عشان ببجنائي شكران الاول بنروع على سوق كوروم عشان نبتدي نسبت الاداة بتاعتنا ادي الاداة بتاعتنا اسمها كابتشا سولفر فور يومانز اهي بنضغط على اضافة الى كوروم بتثبت على طول وبعدين نضغط على تثبيت اضافة كده خلاص تمت اضافة الاداة الى المتصفح بتاعنا طيب تعالوا بقى نرجع للموقع تاني ونشوف المنظر هيبقى عامل ازاي اول حاجة بنأكد من تثبيت الاضافة على المتصفح بتاعنا اهي الاضافة موجودة بنضغط هنا على علامة زي الالم ديه كده ونعمل لها تثبيت ونيجي بقى نجرب مع بعض هعلمه علامة صحة على ايام نوت الروبط اهو بعدها ظهرت معي الكاباتشة او النافذة ديه اللي هو بيطلب مني بقى احدد له فيها المربعات اللي بتحتوي على اشارة مرور طيب انا بقى هعمل ايه شايفين الايكونة الجيدة اللي ظهرت معي بتاعت الاضافة اول ما اضغط عليها زي ما انتوا شايفين بعدها على طول نقلني فيه الخطوة اللي بعديها والاضافة ديه وفرت علي بقى موضوع ان انا افضل اختار ولو طلع الاختيار بتاعي غلط يفضل يعدلي في الكاباتشة او صور تانية جديدة يبقى هو ده الامر اللي حبيت اشاركه معاكم يارب بكون ادر تفتكم وبالتوفيق للجميع وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته